اطلع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على آلية القبول والتسجيل والتجهزات الجارية للمشاريع في كلية الشرطة بمدينة المكلة بمحافظة حضرموت وطاف الوزير حيدان ومعه مدير كلية الشرطة في حضرموت العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي بالمباني والقاعات الدراسية الجاري العمل فيها مطلعا على سير العملية التدريبية والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية في الكلية وأشهد الوزير حيدان بجهود قيادة الكلية في تطوير البنية التحتية وسعيها لتطوير العملية التعليمية لضمان تخرج كادر أمني متخصص في الميدان مشددا على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل ومهام كلية الشرطة